التجمع حضرتك سيدنايب ويمكن مسألة مشاركة الشباب مش بس في الانتخابات الرئيسية لكن وجود الشباب وتصدرهم للمشهد السياسي في كل الاستحقاقات اللي فاتت وفي المؤتمرات الهمة للدولة وحتى انهم جزء كبير جدا من تنظيم اي مؤتمر كبير بتشهد الدولة الكادر الرئيسي الموجود شباب ودي حاجة تفرح الحقيقة ازاي قدرنا ان احنا نوصل بالشباب المصريين لهذا النسق من يعني الوعي السياسي وانهم يكونوا موجودين ومشاركين في المشهد الى هذا الحد احنا في تنسكية شباب العزاب والسياسيين قلنا اكتر حاجة لازم تكون مؤثرة في الانتخابات غير صوت المرأة طبعا هو لازم كمان صوت الشباب المصري عشان نقدر نوصل لده كنا لازم ننزل قلب الجماعات المصرية سواء جماعات حكومية اهلية خاصة معاهد فنية معاهد تكنولوجية عشان اخد من الكلمة اللحاك قلتها نخلق وعي السياسي عشان يدخل الوعي السياسي عمرنا ما هنخلقه من خلال المواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الاعلام المحترم رجم ان الاعلام عمل دور مهم جدا في طبعا الانتخابات المصريين في الخارج يوم واحد واثنين وثلاثة اللي فاتوا وعايز اولا حقيق وانا يعني بصراحة يعني بشيد بالمجهود اللي اتعامل من المتحدة للخدمات العالمية تحت مظلة القنوات كلها ان هي وصلت ان احنا فان عندنا شباب قدر يوصل للصفارة من دولة لدولة عشان خطر يروح يدي صوته ده عشان يقدر يحصل كان فيه السادة المرشحين اللي احنا منكن لهم كل احترام وتأدير قدروا يوصلوا لمجموعة كبيرة من الشباب عشان يقدروا يقولوا انزلوا شاركوا في العمالة الانتخابية التنسية لما نزلت الجامعات كنا بنسأل سؤال واحد هل حضراتكم عندكم علم وعندكم وعي الانتخابات دي بتتم امتى الانتخابات بتتم على اساس ايه فيه ناس تعرف وفيه شباب كتير ما كتش تعرف كان دورنا احنا في التنسية ايه كلام اللي خدك سمعته من الشباب خدك عن المشاركة في الحياة السياسية هل احنا لسه فيه شباب شايفة انه مش مهم او انا كده كده صوتي مش هيفرق انا في الحوار الوطني اتعلمت حاجة مهمة جدا ودي كانت حاجة بصراحة يعني قعدنا سنة وشهرين بالزبط بنتعلمها ان الصراحة مفيش احسن منها عشان احل مشكلة منجودة جوا في الحوار الوطني لازم تقول الصراحة الصراحة ان الشباب بتقول هو انا صوتي هيفرق ما هي كده كده محسومة انا هنزل اعمل ايه كان الكلام ده مهم جدا ان احنا نرد عليه داخل الجامعات كانت اول حاجة من رد عليها هو انت اساسا عارف انت عندك كم مرشح رئاسي ولا لأ الانتخابات بيتم على مدار كم يوم ووقتها قد ايه في اليوم طب الشباب لما تدت تسمع برامج المرشحين من قبل التنسيقية او من خلال حضراتكم في الاعلام وهم قاعدين معانا في المحاضرة زي ما بيقولوا تدت الناس تقولك ايه ده هو فيه ناس فعلا مرشحين بجد فيه ناس بتقول برامجها بجد الناس كانت واحدة القصة اللي هو ايه خلاص انتخابات حد منها اجراءات روطينية هم الهوش طبعا ودائما كنا بنقول مثلا كنا بنعمل الامثلة دي علينا احنا شخصيا يعني انا لما كنت بتشارف انزلت انتخابات مجلس كان اسمه مجلس شعب سعيته في 2012 كنت بقول انتوا يا شباب بتسقطوا شباب زيكم عشان ما بتنزلوش في الانتخابات لما ابتدى الوعي يزيد زي ما حاجبت قولي في انتخابات 2015 حصلت على اصوات كتيرة جدا واخدت عشرين الف طويل صوت ودخلت الاعادة فلما شافوا ان في ناس معينة داخل الاعادة قالك لا ما هيكده كده محسوم يا جماعة انزلوا وجربوا وشوفوا وكان الفرق ما بيني وما بين السيد المحترم النائب اللي نجح كان فرق بسيط جدا في الانتخابات لما ابتدنا نقول في انتخابات 2020 يلا صوت الشباب ربنا اكرمنا في القيمة الوطنية في نفس الدايرة واخدنا 114 الف صوت و114 الف صوت لما قلنا له باحصائيات الشباب اللي نزل كان عامل ازاي ابتدت الشباب تحس اللي هو ايه ده ما فعلا صوتي فارق وفي صوتي فارق كويس جدا ان انا اقدر انجح مش فتحي فقط لغير ده مجموعة كبيرة من الشباب اللي هم هيوصلوا افكاري وهيوصلوا الطرحات اللي عندي اللي انا متخال ان هي فابتدنا نركز على اهم شيء مين اللي بينزل ينتخب جوه في المدرسة ومين اللي بينزل ينتخب جوه في الجامعة انتخابات المدارس وانتخابات الجامعات فابتدنا نركز على اتحادات الطلبة